يا صباح النور والحنة والحاجات الحلوة ازايكم؟ النهاردة دي تاني حلقة أو تاني جزء بنعمله عن السيغة في مصر والسيغة في مصر الحقيقة لها أصل زي ما قلنا مبارح وأصلها أقدم التاريخ أقدم من الاستدلال على حتى وجود الحضارة المصرية القديمة وجزء منها كان عن طريق السيغة اللي لقوها سواء في التوابيت أو مع المميوات وهو النهاردة حكلم حضراتكم عن ثلاث أنواع من السيغة في مصر وكل نوع منهم دي علاقة بارتباطه المكاني والتضاريسي والعشائري وكي النهاردة حنتكلم عن السيغة النوبي وحنتكلم عن السيغة الصحراوي وحنتكلم عن سيغة الفلاحين والسيغة الشعبية السيغة النوبي هي سيغة الموجودة في النوبة وفي بلاد النوبة من قديم الأزل وحتى النهاردة فكل الجزء يقولوا عليه الخواجات أفر إيجيبت من وين تنازل من بعض الصعيد لحد الأسوان والأسوان والنوب وهو أنا مخصصها لأنه سلسلة الثقافة الشعبية عام دراسة مش معقول جمالها عن السيغة في النوبة وفي الصحراء وفي الفلاحين السيغة في الصحراء موجودة عند الصحراء وين في الوحاة والأمازيغ وغيرها معظمها في الصحراء الغربية في قصر وصيغة الفلاحين أو الصيغة الشعبية الصيغة الشعبية صيغة لها طريقة في التصنيع سأقول لكم عليها بالوقت وصيغة الفلاحين داخل فيها وجه بحري وجه إبلي فلاحين والصعيدة يعني الدلتة والصعيدة وبيتقال عليها كلها صيغة الفلاحين لأنها شبه بعض شوية لكن في الصعيد لها مميزات في مصنعية الدم أقول لكم بقى أولا الدراسة اللي أنا فعلا أحب أنه مخاطراتك تبوصوا عليها بصة عملها الأستاذ أشرف رويس في مصر في سلسلة الثقافة الشعبية اللي أنا بحبها أنتوا عارفين أفليه والموضوع جميل هو أخطط لغنوان جميل بجد الأستاذ أشرف الجاتب الحلي المصرية كنز الأتفياء وزينة البسطان وإحنا عارفين أنه وده حنجيله في الحكاة يعني في الجزء اللي علاقة ده صيغة الفلاحين أنه كتير جدا من السيدات في مصر بيعتبروا أنه شيرت الدهب يقولك حتتين دهب للزمن دايما دي الكلمة اللي بتتقالي اشتريت لحدتين دهب للزمن أنه بيعتبروا أنه ده تأمين وحقولكوا لي برده طيب جميل أو الأستاذ أشرف مصدر دراسته أو الورقة البحثية اللي هو عملها بكاتب الحلي خاصة الذهب دفتر الأحوال الذي يعبره بوضوح عن غنى وفقر الناس في مصر طيب بالنسبة للنوبة بطا الجميل أنه دايرة الدهبية اللي احنا بنشوفها في الكردان اللي بدأت في النوبة من زمان خالص واللي موجودة حتى على قدران الحضرات المصرية القديمة الكردان انتوا عارفين فيه منه أشكال هلالية وفيه منه مربع زي ده كده وده مش كتير موجود وعلى فكرة هو قديم قوي ومش مرنم بس أنا تعمد تلبسه زي ما هو كده لأن انا بحب قيد كردان ده وفيه دواير اللي مشهور قوي في النوبة هو الدايرة خلاص فالدايرة دي هم بيسموها دايرة ده كبيرة كده النوبة 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 الجميلة أمر والبداية كانت لما ابتدت مناجم الدهب تبقى مكتشفة في النوبة دا زمان خالص 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 فلما مناجم الدهب اكتشفت في النوبة بقت النوبة أصل الدهب في مصر منبعه قبل ما صنعها في الدهب ترتقي قوي قوي كل دا بنتكلم على حضارة المصرية الأجيما وبعدين الحلق في النوبة الجزء العلوي فيه مزدان بدايرة أو بدايرتين دا من ايام الحضارة المصرية الأجيما والحلق نفسه شكله دائري كمان وهو نفس الأسلوب الذي يمكن مشاهدته في رسوم تل العمرنة الجدارية اللي هي بترجع لعصر إخناتون لما بدأت صور بنات إخناتون تظهر وهم لابسين الأقراط الكبيرة المدورة المزدانة كمان بدايرتين داخلين فيها ومش عارف ايه فتقاطع الدواير دا بدأ يستدل عليه من الرسوم في تل العمرنة لبنات إخناتون كمان أثر في الحلية أو السيغة في النوبة ثقافتين الثقافة المسيحية وثقافة الإسلامية يعني اتطور شكل السيغة في النوبة لما دخلوا مصر الديانتين المسيحية بكل ثقافتها والإسلامية بكل ثقافتها فمثلا التأثير المسيحي زي ما بيقول لأستاذ أشرف هتلاقيها موجودة عند النوبيين الفجتة أبرزها آه يبحبها قوي بس أنا مش عارف هي بتتميط قصة الرحمن لأنها بتتفط هنا ولا قصة الرحمن أنا فعلا مش عارف لكن أنا بحبها هي مجموعة مسلسات كده بترتديها المرأة هنا مسلسات دخلة في بعض كده صغيرة بيتلبسها بس لست المتزوجة أولا عشان تمايز إنها متزوجة وتجزء من نساغها اللي هو زي الشابة ويدخلة في بعض كده صغيرة فدي جميلة أو بيسمها قصة الرحمن أو قصة الرحمن أنا مش عارف هي شبه جدا هي عاملة مسلس ومسلس 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 ومسلسات كده شبه قوي الصليب لأنه ده تأثير من الحضارة المسيحية أو الثقافة يعني بتقلع ليه إيه الأثر المسيحي على السيغة في النوبة فده المسيحية ممكن يستدل عليها بالشكل ده وده كانوا بيلبسوه بالمناسبة للستات في أوروبا في العصور الوسطى كمان في سوار الرزان هي مجموعة من وحدات الخرس تشبه في تكوينها السوار البيزنطي فدي حاجة لطيفة جدا في الصيغة بتاعة النوبة بصوا قد إيه التاريخ لما بيتراكم بيعمل فن بيعمل حاجة حلوة كمان التأثير بتاع الفن الإسلامي باين على أو بقى يباين لما دخل الإسلام مصر على الصيغة في النوبة فهتلاقوا مثلا إنه كتير من الأشكال الدائرية اللي هي لسه موجودة بقيت بتزينها أشكال هلالية متوا فاهمين طبعا إنه الهلال جزء من التشكيلات في الفن الإسلامي فقادي الفن المسيحي وقادي الفن الإسلامي وأثروا على الصيغة في النوبة كويس كده الحلقان بقى معظمها أعرفين الحلق اللي هو المخرطة اللي هو هلال وهلال وهلال فتحتها بيبقى في منامنات مدورة كده دليات متدلية منهم إن شاء الله فده من تأثير الفن الإسلامي خصوصا وقت الأتراك العثمانين الأتراك شاطرين كمان في السيغة عندهم تشكيلاتهم كده تعرف على طول أنت بتبص إن دي حاجة عثماني فابتدت تبان في الحلق وأول تأثيرات على الصيغة مصر عادة بتبقى في النوبة باعتبارها أرض الذهب وبالمناسبة هي تسمت أرض الذهب لما ابتدى في بدايات الاستدلال على التاريخ تظهر مناجم الذهب في النوبة عشان كده اسمها أرض الذهب جميلة النوبة مكان بديع أكتر مكان بحبه في العالم بجد في العالم كله وأنا ما شفتش قليل يعني أنا سفرت كتير مفيش في الدنيا في جمال النوبة ده المكان وكل مرة بقولكو الكلام ده ده المكان اللي أنا أتمنى أتقاعد فيه في بيت صغير وبسيط جدا ده يعني حلم مش بس بقى الفن الإسلامي والمسيحي الفن الأفريقي كمان ليه أثر على السيغة في النوبة كويس كده ففي النوبة هتلاقي القرط بتاع الأنف اللي مشهورين بيه في أفريقيا فحتلاقي أحيانا ممتد من القرط بتاع الأذن للقرط في الأنف هنا وبيبقى برده كبير ولامة أو مش عارفة أي منظر بهي جدا جمال المرأة في الصيغة والصيغة دي أي أن كان معدنها أي أن كان يعني في الفاكرين فيديو العياء اللي كنت بقولكو عليه فيه كده إحساس عند السادة المصرية أنها حلوة ويعرفة أنها حلوة فكل حد بيتفنن في ده على زوقه على بسطه على اللي هو بيعتقد أنه بيخليه متأيب كده وعايد فجميل جدا 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 النوبة دي كل ملمح فيها أجمل من التاني ما بابلكو بالسيدات فيها والسادة الرجال دايما فيه بهاء كده ومكتفزين جدا بنظافة اللون الأبيض اللي بينبسوه هماك جدا وصمرهم طبعا الأمر طيب طقوس الزواج اللي في كل مصر الدهب جزء منها دهبوا الصيغة والناس اللي أغنى شوية الألماظ ومشافات لكن الدهب ليه بريق خاص لأنه عادة التقليد بتاع أنك تشيل الشبكة أو الصيغة اللي جاية للعروسة سواء من والدها أو من اللي هيبقى جزءها أو جزء تخطها على وسادة مخملية غالبا بتبقى حمرة وتلف على المعازيم علشان يعرفوا العروسة دي جالها إيه وطبعا من أشكال استظهار صحيح وأحيانا بيعمل أزمات وكذا لكن يعني بهاقوا لو تم بيبقى حاجة بتبقى البنت مكرمة كده ومعززة ودي حاجة لطيفة جدا جدا إن البنات تحسها يا في قبيلة الكنوز في النوب إحنا لسه نتكلم أهم قطع يقدمها العريس العروسة ده اللي بيقوله أساد أشرف هي قصة الرحمن أو قصة الرحمن أنا فعلا مش عارفة وأيضا الجاكيد وهي ست دوائر ذهبية مربوطة بحبات من القرس تتوسطها دائرة سابعة ستة كده وتتوسطها دائرة سابعة كبيرة محفور عليها كلمة ما شاء الله ودي اللي بيتقال عليها فان في بحري المشاء الله جميلة جدا الحكاية دي برا طيب وعادة بيكون المهر في قبيلتها الكنوز والعقيلات في النوبة بيقدم العريس مهره من الذهب الخالص ويطلق عليه البندوق اللي هو العيار البندوقي مش إحنا كتير قوي تسمعوا حتى في الأفلام للناس الأفاضل اللي بتتفرج على الفيديوهات دي وهم مش من مصر مش كتير بتسمعوا في أفلام يقولك عيار بندوقي دهب عيار بندوقي دهب عيار بندوقي يعني يوازي تلاتة ونص جرام ده دي المشاء الله الكبيرة اللي بتتقدم دي كمان، بيقدم العريس وفي نوبة مشتله عارفين ان الرأسة البن correction ليه الحجلة؟ لانه البنات بيوقسوها وفرجلهم خلخال فيها الحجلة كده فيها نطر فده اسم الخلخال اللي بيتقدم للعروسة يوم الصباحية من عرسها كمان غير الدهب اللي تقدم اليوم اللي قبلها هو الحجل او الحجل اللي هو بيلبسوه في الرجل انا بحب قوي الخلاخيل على فجل جدا بحب جدا خلاخيل وبشتري خلاخيل كتير من كل الدول اللي بزورها تقريبا لان معرفش ليه الخلخال دايما محتفظ بالطابع التقليدي بتاع البلاد اللي بيتعامل فيها غير اي حاجة تعنيه الكردان والخلخال دايما تلاقوهم شبه البلاد اللي بيجوا منها فالخلاخيل الافريقي تلاقيها دهب صب كده وتقيل وتقيلة يعني زي الغويشة كده واحدة بس الخلاخيل في فاكستان شبه الدهب بتاعهم فيه مشغولية كتير قوي قوي وخصوص ومسك في بعضه ومنازل منه سلاسل وشبه ايه دهب فاكستاني جميل عن فجل ولونه حل وكان لونه أصفر قوي كده الدهب اللي بيتعامل في مصر تلاقي برضو الخلخال شبه قوي الكردان وفي خلاخيل برضو زي الغويشة كده حتة واحدة فده التأثير الافريقي واضح من اللي احنا بنقراض دلوقت طيب يا سيد العريس يقدم ما يزيد عن عشرين بندقي في ذلك الوقت لأن عيار الدهب البندقي كان هو السائد في فترة الخمسينيات بعدها أصبح عيار واحد وعشرين قراض هو السائد حتى هدمي البحر فطبعا لما كانت دهب لسه مش بغلو والنهار ده كانت الناس بقدم دهب بندق يا سلام المرأة النوبية بصو بأحلوة الستات في مصر المرأة النوبية تستخدم زينتها في كل المناسبات ترتدي الحلي حتى وهي تؤدي عملها اليومي في الحقل يا سلام على البهاء والنساء الكبيرات في السن يرتدينا الحلي حتى وهنا جالسات أمام المنازل في أعداد السمر جميلة الحكاية المناسبة الوحيدة التي لا ترتقي وده تقليد أنا بحبه جدا أنا شفته في النوبة الحالة الوحيدة اللي الستات فيها عيب يلبسوا صيغة هي العزق بيعملوا إيه بقى؟ ما تقلعش الكردان تلفوا الورا فلما تلاقي سيدة أنا شفت ده أنا شفت ده تمجلس عزق في النوبة فعلا الستات كلهم لفين الصيغة بتاعتهم الورا علشان أهل المتوفة بيروحوا خلعين الصيغة خاص فعيب جدا إن حد يروح عزا في النوبة طبنا يكفيكوا الشر وخليلكوا حبايبكوا وهو لابس صيغة عيب جدا فبيروحوا أبرز حاجة في الصيغة هي الكردان طب فبيروحوا الستات لفين الكردان الورا فده مظهر من مظاهر احترام أهل المتوفة الحكاية دي أنا بحبها جدا 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 طيب كلمة تبد تبد أو تبد هي الكلمة النوبية اللي معناها صاير أو حداد ليه بقى صاير أو حداد؟ لأن زمان اللي كانوا بأول مكتوشة في الدهب في مناجم النوبة كانوا اللي بيصنعوا الدهب مش صيغة بقى كانش لسه فيه الشغلانة دي لأن ما كانش فيه فكرة صناعة الحلقين من الدهب إحنا اللي اخترعناه فكان اللي بيصنع الدهب حداد حداد لأنه بيدقوا وبيصهروا وبيشكلوا مش عافية كل ما طبعا ابتدت الحرفة دي تترقى ما بقاش يعملوها الحدادين ابتدى يبقى فيه ناس مخصوص بتعمل السيغة فابتدت شغلانة الساية فالتبد أو التبد هو الحداد في الأصل اللي بعد شوية بقى الساية خفيف؟ طريقة التصمية هي الصهر العادية في النوبة زي كل حتة تانية ابتدالي هم اللي ابتدوا وبعدين بقيت كل حتة تانية تشكيل الحلية من الدهب والفضة تسخين المعدن بشدة حتى يتحولونه إلى الحمرة ثم نقله وطرقه على مسطح تنهيدا لتشكيله حلوة برضو جدا الحكاية دي مش عارفة لكات موجودة في واجهة بحري ولا لا بعض الصاغة النوبيين في مطلع القرن العشرين كان يحمل أحدهم أدواته في حقيبة ويتجول بها هنا وهناك يطرق الباب على السيدة التي أعطته سابقا حليها بغرض التصليح في أحيان أخرى كان يجلس أمام الباب ويفترش أدواته ويبدأ في تصليح قطع الحلي أمام المنازل وفي حالة عدم قبول القطع لإصلاح يصهرها ويعيد تشكيلها من جديد نفسي فكرة شغل الصياغة عموما لكن كان دا سائغ متجاوب معرفش الحكاية دي كانت موجودة في القاهرة ولا لا لازم نسأل في النوبي دا لو حد فيكو عنده تجربة من جداكو اسمها يا ريتي بقى والهلنا في التعليقات قادي الصيغة في النوبي صيغة في الصحراء بقى ودي بقى حكاية كبيرة جدا أنا شفت الصيغة في الوحات دهب ومصنعية تاخد العقل والقلب من حلوتها بتبقى البنتة تقريبا كلها متغطيها بالدهب وصفان في الأعراس طبق طيب التباين والاختلاف في الوحات الذي يميزها عن حلية ملاطق مصر الأخرى مش انا قلتلكم التصميمات الصحراوية بسيطة وبدائية في صلعاتها مع استثناء واحد تمثله واحد سيوة أنا شفت في سيوة طبما يعود السبب في ذلك إلى قلة الموارد الطبيعية كمصدر يتأثر به الصناع أو لعدم اهتمام منذ القدم بالحلي طيب أنا شفت حاجة تانية لكن أنا شفتها في سيوة زي ما بيقوله أساد عشر فإحنا متفقين على كل مياه الكور الفضية الأحجار الكريمة وشده الكريمة الخرز الزجاي الملون واختلاف التصميمات وأمش عرفين يمكن هو ده لسبب اللي أساد أشرف يقول فيه أن الصناعة السيغة في الصحرا شوية فقيرة لأنه كان الصائغون غير متوفرين في المناطق المتنقلة معظمهم كان رحل طبعا والأمازيج في مصر نفس الحكاية ومن ثم لم تتوفر الإمكانات والعدد اللازمة لصنع الحلي المكتملة الصفراويون كانوا يلجأون إلى معادن أقل كلفة من الذهب كالفضة وخليط النحاس والنيكل يخلط النيكل بالنحاس فيعطيه مظهر الفضة اللامع ويكون طيع الصنع ومشاهد تلك فقادي الحلي في الوحاء الصحرا اللي أنا شفته في سيوة كان ذهب مكتمل المعاني يعني مصنعية عظمة وذهب كتير جدا العروسة بتلبسه وحاجات مسكة في بعض كده وحاجات نزلة على الراس ومش عارفة إيه حاجات تقريبا بتغطي الفستان كله جميل المشهد ده موجود في مشهد العرس في فواحة الغروب اللي كان نعملها الأستاذ خالد النبوي ومن نشالك حلوة خالص في مشهد العرس ده بكل زنته فلو حبيته وأكيد هتلاقوه في حتة تفرجوا عليه الجميل الخاص طيب الحلية الشعبية بقى وذهب الفلاحين اللي احنا معتدين عليه واللي بيتباع في القاهرة الفلاحين زي ما قلتلكوا اللي بيشير ليهم الأقصاد أشرف هم الفلاحين في واقع بحري وإدري اللي هم بيعيشوا على ضفة طي النهر من الشمال وحتى بداية ما يصطلح عليه بالنوبة لأسر وأسوان والنوبة كويس كده كان معظم الوقت بتعمل من 21 قرات والبندقي برضو وبعدين بالنسبة للفضة اللي هي أنا بعشاقها أنا بحب الفضة أكتر من الدهب على فكرة وعندي فضة أكتر من الدهب أنا مش غاولة دهب من تقريبا ما عنديش غير الدهب حاجات من هنا ومن هنا أم مثلا دياني الحاجات مش عارفة إيه لكن أنا بحب الفضة ولما بسافر دول بشتري فضة دائما فكان ذهب الشعبي اللي بحصل لحضراتكو عليه اللي كان بيتقال عليه في مصر، ولا زال ودهب الشعب يعني كهيذِ ذهب الشعب يعني اللي هو بيقوله عليه في الخواجات هنا gold plated يعني المعدم الي جوه ليش ذهب لكنه مطلي بمية ذهب فيبقى ليه لمعة الذهب بشباحها شوية طبعا فرق لكن كان بيتقال عليه ذهب عشرب وكان فيه شركتين في مصر رصدهم أوسادة أشرف هم اللي بيعملوا الذهب الاشرة ده كان شركة الجمل وشركة السمكة وكلهما أنشئ عام 1912-1912 على يد يهود المصريين وكل الشركتين كان لهما على الأقل 60 فرع تغطي أنحاء مصر فالذهب الاشرة ده كان بيتعمل منه كل المشغولات اللي أحيانا كان بيبقى من الصعب جدا لو الحرفة حلوة من الصعب جدا تفرق بينه وبين الذهب الحقيقي وكان في حالات غشة تحصل لما الناس تتداول هذا الذهب باعتباره ذهب فبيبقى غالي طبعا أغلب كتير وهو دهب إيش راسع دي بيعرفها بس السياغ بالمناسبة السياغ دول كاميرات شاكرين جدا في حيثتهم يبصروا الحاجة يعرفوا ده ألماظ حقيقي ولا لأ عمل الدور ده جميل قوي الأستاذ نور الشريف حقيقي الله يا حم رائع ف جري لخوش لما كان طالع الأستاذ محمود عبد العزيز منجد والأستاذ نور الشريف جواهرجي فكان يبص للحاجة يعرف إذا كان ده ألماظ حقيقي ولا لأ ودي السياغ بس هم اللي بيعرفوها كامير بعد كده سنة 1989 الاسم التجاري للجمل والسمكة أدمجوا في بعض واضح إنها بعد كده بقت شركات قطاع عام مدام تم أدمجوا من سنة 1989 وغيرت الشركة نشاطها ووجهتها لصناعة الحلية الذهبية الخالص دهب بجد بقى مش قشر تستخدم الأحجار الكريمة وشبه الكريمة في الحلية الشعبية وحلية الفلاحين بيد أن هاتين الطبقتين تفضلان اقتناء الحلية التي تحتوي أكبر قدر ممكن من الدهب عشان ما يفقدش قيمته فما يبقاش مصنعيته كتير لأن المصنعية الكتير معناها حفرة الدهب فبيقلل سمك الدهب وبيقلل كتلة الدهب الموجودة وزي ما قلت لكم السبب غير الزينة طبعا والإيافة والحلاوة حلاوة السبتات المصريين لما كان كل حتة كده ليها ليها طابع وليها شكل في السيغة وليها شكل في اللبس ونقدر نرجع ده في أي وقت احنا عايزين يعني ولسه طبعا موجود من الناس اللي بتقوم الطيار إن الناس كلها تبقى شبه بعض معتزين بحلاوتهم كده وجمالهم طيب بتكون قطع الحلية مسطحة أو ثلاثية الأبعاد مش عارفة إيه 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 تصميمات مستوحاة من أوراق الشجر أو عيون البنات الواسعة أو شهل الشكل النهر المتدفق وده طبعا تأثير البيئة والثقافة المرتبطة بالنهر بقى هذا شكل يعني حاجة تانية مش جنب مناجم الدهب في النوبة القريبة من أفريقيا ومش عارفة إيه لأ دهب بتاع الفلاحين دهب مستوحاة من ثقافة الزراعة وثقافة النهر تلاقي فيه جمال وتلاقي فيه نجوم وتلاقي فيه هلالات وتلاقي فيه جميل جدا وبرضو نفس الفكرة الكردان الحلق والغوايش وبالمناسبة فكرة الغوايش دي هي كانت لقياس الثروات في مصر بعد كده هوم كم الكلام على الأستاذة عزة فهد وحرجع أقول لكم على حاجات تانية قالتها عزة برضو في الانترديو مع الأستاذ هنا في الفقافة الشعبية فكانت المرأة بترتدي الغوايش تلاقيها لابسة من 6 إلى 8 غوايشة بتبدأ من 4 مهم رقم زوجي معرفش دي الحكاية وتلاقي الستات المختدرات أكتر لابسين غوايش التعبان لكن رنت الغوايشة في إيد الست حتى تلاقي باقيعات في السوق اللي هم أفضل ناس وأشرف ناس على رأسنا من فوق لأنهم بيصرفوا على بيوت كاملة ويصرفوا على أزواجهم أحيانا يعني شايلين مش بس على دماغهم الخضار والفاكهة والطيور ومش عرف إيه اللي بيبيوا واللبن والجبن وكده اللي بيبيعوها هم نفسهم على دماغهم شايلين مصر كلها على دماغهم حقيقي الستة الفلاحة والصعيدية والباقيعة والناس اللي بيجدد بتسعى وراء لقمة العيش تتعب بتمشي مسافات طويلة من بلاد ومش عرف إيه بتقية لابس غيوائش في إيه محالة أوتاة طبعا على اختلاف المقدرة في من أول الخرز الفيديوهات كتير وحاجات كتير من اللي أنا بحطها بتلاقي الستة متزينة لكن زينة بسيطة يعني المادياً بسيطة لكن الزينة لازم العياء فده اللي بتقوله عزة فهمي في الانترفيو مع الأستاذ أشرف يعني هي طبعاً من عشاء تصنيع السيغة في ناصر وتقريباً بتأشهر واحدة بتعمل سيغة بالاسم يعني التحريزات البسيطة على السطح اللي بيعملوها سياغ القاهرة بتبقى أقل هي بتقول بتبقى أقل مصنعية علشان ما تفقدش الدهب قيمته الخالصة اللي هي المفروض الستات بيشتروه علشان الزمن طيب فإذا ده جزء من اللي كتباه الثقافة الشعبية الأستاذ أشرف أهويس في دراسة لطيفة جداً عن السيغة في مصر فده الجزء التاني هدور لكم لو لقينا جزء تالك نفرغوا لحاجة بعينها ليها علاقة بصناعة الفضة مثلاً في مصر هعملها بكرة ما كانش يبقى بكرة أشوفكم في حكاية جديدة أنا بحب السيغة مش عشان التبرج وال وال تقال عليها إيه الاستدهار عشان السيغة جزء من الثقافة إحنا بنبقى شايلين كل ما نقدر نشيل الثقافة ونمشي بيها في الدنيا نقول إحنا مصريين لازم نعمل كتباً أنا شخصياً بعمل كتباً يعني ملبسش فستيني الحلوة المعمولة من الانتلي غير لما أكون في مناسبات كبيرة ملبسش السيرة المصري غير لما أكون عايز أقول إن أنا مصرية وأنا بحب في كل حتة في الدنيا أروح أقول إن أنا مصرية صباح الورد والهنى والأصالة والجمال على عيونكم شكراً 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 شكراً